اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل وعلى صحبي أجمعين فيديو جديد من هرمتي وانتي فرع الرضا حطولكم العنوان في صندوق الوصف وكمان في كل تعليق اطلب مني العنوان هتبهوله بالتفصيل في أول الفيديو عايز اعتذر للناس اللي كانت منتظران يببس مباشرة النهاردة من شركة بوابة نون الجو صعب جدا برد وبصراحة ما درتش لنا نخرج وكمان باعتذر لكم جدا عن تأخير الفيديو ده انا عارفة اني فيه ناس منتظراء وانا اتأخرت عليكم بعتذر جدا بكم جميعا عايزين بقى نشوف الحاجات الحلوة اللي معانا دي معانا بجاين بناتي طحفة على 23 ريال عايز اقولكم كده في أول الفيديو كل حاجة هتشوفوها على 23 ريال عشان ما حدش يسألني عن السعر بالنسبة العنوان خلاص العنوان انا وطركم في صندوق الوصف وفي كل تعليق تمام كده السعر 23 ريال اي حاجة هتشوفيها سعرهم موحد بصراحة دي يعني اكتر حاجة عجبتني ان السعر موحد والخامات تحفة نفسها نفس اللي بتجيبها بره باسعار عالية بجايم هتشوفي بقى بجايم جواكت هتشوفي التتقيل يعني هتشوفي التبطينة اللي هي الفرو العالية وهتشوفي اللي هي التبطينة النص نص يعني اللي عايز يتقل قوي اللي مش عايز يتقل قوي فهميني كمان هتشوفي القط يعني دي بجامة قط شتوي جميلة جدا وبالوان مختلفة وبأعمار مختلفة كل المأسات هتسألوني عن المأسات اقول لكم كل المأسات في كل الاقصام متوفرة كل المأسات في كل الاقصام متوفرة الوان وموديلات كتيرة جدا الالوان والموديلات يعني التصميم مختلف من كل حاجة لغيرها يعني من حاجة لحاجة عايز اقول لكم رسومات كتير حاجات كتير ما شاء الله يعني المكان أقصر من الرائع بصراحة حلو جدا جدا وإن شاء الله يفيدكم كده وتستفيدوا منه وتروحوا وتشتروا كل اللي نفسقوا فيه تحفى لسه كمان لما تشوفي الولادي وتشوفي الشوزاة البناتي الشوزاة البناتي خطيرة هتشوفوها معايا في الفيديو خطيرة البنطلون تقيل جدا البنطلون ده تقيل والبردو التشيرت بتاع البجامة تقيل ومتبطن وليه قبعة بس البنطلون تقيل وخطير كل الأعمار موجودة يعني الحاجات تشوفيها هتلاقي منها مقاسات كتير يعني مسلا هتقولي لا دي صغيرة فيه منها مقاس مسلا عشرة تمانية آه فيه فيه لحد اتناشر وبعد كده فيه بقى السن المحير ده ليه يعني زي قسم كده لوحده فيه حاجات كتيرة جدا حتى الأمصان اللي هي البيت اللي هي العبيات فيه ناس تقول عبيات وفيه ناس تقول أمصان اللي هي للسن المحير فيه اللي هي الأمصان البيتي فيه العبيات السودة للسن المحير موجودة هناك وبكمية هتسألوني في عبيات سودة حريمي هقول لكم بصراحة ما أخدتش بالي وما صورتهاش مش عارف مش متأكدة يعني إذا كان فيه أو ما فيش برضو أنا قطي مكان زي ده في يوم واحد يعني تعب تعبت جدا أن أنا رصور ومشاء الله مش عارفت خالص من الحاجة كل ما حس أن أنا خلاص أنا خلصت القسم ده ألاقي فيه حاجات حلوة كتير جدا فاهميني فهو كده كده لازم له مشوار تاني يعني بجامة دي خطيرة رهيبة متبطنة من تحت رهيبة فيه ألوان مختلفة ودرجاتها حلوة قوي قوي جميلة جميلة بـ 23 ريال ما تتسبش طبعا كل الأسعار هقولي أكتر من مرة عشان الناس مثلا ما شافتش الفيديو من الأول اللي ما تعرفش أن أنا نزلت مثلا فيديو أمس عن القسم الرجالي من نفس المكان من هرم من نفس المكان عايز أقول لكم أسعاره 23 ريال نزلت فيديو قبل ده عن القسم الرجالي بالأحزية يعني ملابس بالأحزية على 23 ريال خطير اللي ما شافوش يروح يشوفو يحطيلي اللايك وما تنسوش الشترك في القناة شترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلوا إن شاء الله كل جديد البجامة دي برضو تحفة يعني هي متبطنة على فكرة متبطنة تبطينة خفيفة كده ونعمة وحلوة حنينة كده لأنها دي منها للجسم على طول فستين هتشوفي فستين حلوة قوي قوي كل ما تحس إننا إن احنا شفنا يعني حاجات كتير هو لسه فيه تاني آه لسه فيه الفيديو فيه حاجات كتير جدا يعني كل مرة بطلع لكم حاجة أحلى من اللي قبلها اللي جاي أحلى كمان من اللي شفتوه خليكوا بس كده منتظرين وشوف فستين بناتي بقى الخطيرة دي جميلة تقيلة و واللي هي فيها فار وبقى فيها حاجات حلوة قوي قوي بصراحة مش ببالغ في المكان بس بجد المكان يستهل الخامة حلوة قوي نفس اللي برة وبيجي بيها بسعر أعلى من كده بحب المكان لما مش إنه هو يبقى رخيص وبس لا 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 مش كل مكان رخيص حلوة على فكرة المكان حلو لو الحاجة اللي عنده سعرها رخيص وهي جودتها حلوة يعني أنت بتاخد سعرها قل وجودة حلوة هو ده المكان اللي يبقى متميز واللي يستهل إن انت تروحيه أكتر من مرة فستان زي ده على تلاتة وعشرين وعلى فكرة اللبس الشتوي غالي يعني لما تاخد الفستان على تلاتة وعشرين حلوة قوي والرجالي الرجالي على تلاتة وعشرين لما تاخدوا حاجة على تلاتة وعشرين في الشتوي يبقى لا يبقى أنتوا كسبانين على فكرة الشتوي معروفه أنه والشوزات شوزات رجالي فيه بره أنا عارفاها أنا بصور وعرف على خمسة وستين أنا بصورها على تلاتة وعشرين وحلوة وهتشوفوا البناتي دلوقتي الشوزات البناتي خطيرة لسه فيه فستين أحلى لسه فيه بلايس بناتي أحلى استنوا متبطن فستان متبطن مش بس أنه خامته تقيلة لا هو كمان متبطن طبطين أخ كده يعني إيه وسط مش تقيلة أو مش الفرو الفرو الكتير يعني فاهميني يعني برضو هي الخامة واضحة أنا بحب على فكرة أن أنا أقرب الكاميرا كده عشان فيه ناس بتزعل وتنتقدني وتقول لي ما تقربيش من الحاجة خلينا نعرف نشوفها فيه حاجات أنا بجبالك على المفتوح تصوري له على المفتوح من بعيد وفيه حاجات أنا بقرب منها أنا أصدى أن أنا أقرب منها عشان تشوفي جودتها عن قرب وانت مكانك من قبل ما تروحي المكان أصلا ومش كتير بيعمل كده على فكرة بس عشان وأنا وأنا بصور لكم وأنا بنزل لكم الفيديو وأنا بحط نفسي مكانكم وأنا قاعدة في البيت وبتفرج وببقى عايزة أتأكد قبل ما أروح مكان خصوصا بيبقى مكان بعيد عايزة أتأكد لحاجة حلوة ولا لأ فبقى أرب الأول عشان تشوفي الحاجة وتتأكدي منها ويتضح لك كده من النسيج بتاع القماشة هو ده إيه لأن انت بتشتريه عارفة برضو فهيتضح لك الجودة بتاعته الصوف شايف الصوف وجماله أكتر حاجة تدف يا جماعة في الشيطة الصوف ولا تقولي لي فروة ولا أي حاجة فروة على فكرة منظر أكتر الصوف ما فيه زيه في الدفا بس طبعا لازم يقى فيه حاجة تحته يعني يبقاش منه للجسم على طول وما فيش حد يعني بيعمل كده بس أنا بقى أكد يعني لأنه هو إيه بيحرحر الجسم فينفعش إنه يبقى على طبقة الجسم على طول فهمني بلايز بناتي خطيرة البلايز دي مش تقيلة قوي هي بكم بس هي وسط لا هي تقيلة ولا هي خفيفة بس يعني مش التقيلة قوي قوي الشيط وكده اللي انت تعتمد عليها فهمني يعني هي عايزة بقى إيه إن انت التقالي تحتها كده وتتلبس من آآ وتتلبس بقى هي فوق أو إن هي آآ التقالي برضو تحتها وتتلبس فوق ويتحط عليها جاكت يعني أنتو نصاكوا براحتكم ما عنديش بانوتة بصراحة ربنا يعفز بناتكم آآ بس أنا بديك أفكار يعني ويخليك عارفة إن هي مش ما تتلبس كده يعني لوحدها يعني لازم يتقلي من تحتها يتقلي من فوقيها فهماني بس كده كل ده على تلاتة وعشرين عايزة أقولك كان في شوية بنات ما شاء الله ربنا أحفظهم لأهليهم منبهرين بالبلاز دي كانوا واقفين يعني عملين هناخد دي طب هناخد دي يعني منبهرين بيقى رغم إنهم مخفاف مش تقلقوا بس منبهرين بيهم ده فستان برضو شيتوي جميل وخامته تقيل أنا بحاول إن أنا أقرب لك الكاميرا بس يمكن كمان الكاميرا ظلمه بس هو تقيل فيه بقى قولي معايا البورنس بورنس الحمام آآ لكل الأعمار حتى النسائي الكبير لكل الأعمار يعني يعني بصي حتى كده مش هتبقى خطرة على بالك إن انت تروحي تشتريها هتلاقيها هناك ولو تلاحظي إنه الخامات مختلفة يعني ده خامة وجبته من شوية ده أو ده خامة تانية يعني الخامات مختلفة وانت تقضي في الأخر اللي عجبك فيه مقسات أكبر من كده وفيه مقسات أقل من كده وفيه نسائي فوق خطير ما صورتوش بصراحة بس أنا شفته ومش عايز أقولك تفاصيله يعني عشان فيه رجالة وفيه ستات بيدخلوا وشوفوا الفيديو بس فيه حاجات حلوة قوي هقولك بس فيه حاجات حلوة شف الألوان يعني عملا طلع للحاجة وعملا فألاقي حاجات أحلى فكلما عايز أخلص المكان اللي أنا وقف فيه ألاقي حاجات أحلى البلاز البلاز اللي هي البناتي برضو مقسات أقل شوية وخلي بالك زي ما بيقى عندك في الستند وفوق بيبقى برضو في الستند تحت فيه حاجات حلوة كتير يعني فيه من نفس البلاز بس مقسات أكبر كده يعني مش بقولك الحلوة لسه كله هينزل الحلوة لسه جاي مش اللي اتعرض في الأول استني شايفين الكياتة يا ناس جميل برنوتاتي كل ده برنوتاتي ما خرقتش لسه من القسم البناتي انتظر الشوزات خليكي مستني استني الشوزات تحفة بجايم دي برضو حلوة قوي قوي سعرهم موحد يا جماعة على تلاتة وعشرين ريال سعرهم موحد الدفيات اللي انا نزلتها في الفيديو في أول فيديو اللي هو القسم الرجالي اللي هي على تلاتة وعشرين كل سعرهم موحد زي ما بقول الدفيات دي بره بخمسة واربعين عارفين انتوا الدفيات الموحدة واربعين اللي احنا بنشوفها بره هي نفسها يعني هي نفس التقل نفس الحجم هي نفس الموحدة واربعين عندهم هم على تلاتة وعشرين بجايم دي برضو اللي هي عدت دي جميلة ودي حلوة طبعا بس ما بحبش أي حاجة فيها بنيات بصراحة ودي رهيبة ده المتبطنين يا جماعة على فكرة من تحت اللي قبعة فيها أصلا تبطينة وده ده الكاميرا ظلمة تقيل تقيل جدا بجايم بجايم كل دي بجايم على فكرة بس يعني ان انا بقولك ان هي كتيرة والوانها ما شاء الله كتير ومهما عدت بقى وان انا طلع منها عرضت منهم يعني ان انا مهما اطلع منها كتير كل ده القدام كده بجايم على فكرة واللي فوق بجايم صغيرة بس خامات تانية غير اللي تحت ترينجات دي ترينجات اللي هي البناتي على تلاتة وعشرين ريال يا رب ما تكونيش نسيتني باللايك يا رب لحد دلوقتي يعني ما تكونيش نسيتني عدد تتفرجي كده ونسيني باللايك وحطيلي اللايك واللي مش مشترك يا جامعة في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد ويوصلوا اشعار كده كل منازل الفيديو شجعوني شجعوني عايز اكبر بيكم انا مش اكبر غير بيكم بيكم وليكم ان شاء الله بيكم وليكم ان شاء الله يا ربكم دايما كده عندي حسن ظنكم اجيب لكم كل حاجة حلوة وتعجبكم قل دي بجامل يا القطن الوان كتير قوي منها على فكرة السن المحير بقل يا الامصان البيتي هنقول الامصان البيتي هاي السن المحير والالوان كتيرة منها كتير جدا الوان كتيرة فيه استندي تاني على فكرة بس انا فاكرة كده الناس هنا كانت بتشتري ومش عارفة صور يعني مكنتش عارفة صور كويس فاعتقد ان انا هروح وهرجع وهرجع تاني يعني حتى في الفيديو عاملة كده كتير كتير فيه كمية كتيرة من كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله من كل حاجة كمية كتيرة الشوزات دي حلوة قوي قوي اللي هي البنوتاتي عايز اقول لك الحاجة الشوز لما يبقى نعله تقيل ما تاخدهوش النعل التقيل ده هيفصل منك بعد شوية مش حلو ولا تاخده خفيف قوي يعني برضو انتو بتشتروا وعارفين مش انا اللي هنصحكم يعني بس بما ان انا بصور وبرضو بشتري زي زيكم وبرضو بتهبل ع التقفضات وكده فيعني برضو الواحد بقى عنده خبرة شوية عايز اقول لك ان الشوزاتهم اللي هي نفس اللي برة واحلى واسعارهم برة اعلى من كده بكتير لسه الشوزات يا جماعة اصبروا معلش انا رجعت هنا تاني عشان اجيب لك بقية الالوان اصبروا في بنتاتي خطير هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو اه بنتاتي برضو ده انا رجعت له متبطن على فكرة جميل 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 شايفين الوانه طحفة ومتبطن حلوط النوم متبطن يعني مش جوه سائح ولا اي حاجة ولا تخافي برضو ده حلوة اوي الاسود في القلوب ده يا ربي جميل شفت بقى حتى ده اخدوا الالوان الحلوة الغريبة اللي مش بتعودين دايما انتوا تجبوها عما تشتري هات الالوان اللي هي مش موجودة عندهم اصلا كلهم الوانهم بصراحة حلوة شايفين بقى الحاجات الحلوة دي على 23 كتير يا جماعة كتير نتظروا بس وشوفوا على 23 ما شاء الله حاجات تحفة بصراحة المكان روعة 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 على 23 مش عارف انا اللي منباهرة بيه بس ولا ايه قلو يرأيكم برضو قلو يرأيكم كده في المكان وفي كل حاجة يعني في التفصيل في السعر وفي الحاجة اتمنى برضو ان انا اسمع اراءكم يعني خطير ده برضو حلوة قوي في اللبس البوتاة اللي بفره دي جميلة جميلة والابيض حلوة عمتا يعني وده حلو جدا مش عارف بصراحة كل حاجة حلوة هناك خصوصا الاطفال يعني بحب حاجة الاطفال جدا في حاجات كمان على 12 ريال ايوة كل اللي انت تشوفي دلوقتي على الستند ده على 12 ريال على 12 ريال اي قطعة من على الستند ده على 12 ريال فيه استند تاني ايوة لسه بقولها هون على 12 ريال برضو طاري يعني انا بيقولك شايفة النعلي بتاعه طاري فما تقلقش منه حلو على 12 ريال على 23 ريال شوفي بقى الجميل شوفي دي بره بكام شوفوا بره بكام يلا مين هيقابلني هناك قولولي هتروحوا قمت لان انا ما اشتريتش حاجة على فكرة انا ما اشتريتش غير يعني فوطة من هناك وخطيرة وهروح اجيب بقية الوانها واشتريت بس بانطلون جنس خطير يعني الجنس هناك انا نزلته في الفيديو اللي فات اللي ما شافش الفيديو اللي فات اللي هو الرجالي يروح يشوفه الجنس هناك على 23 ريال يعني وحلو وتصميمه حلو وهو نفس الجودة بتاعته حلوة قوي لان انا قلت لا خليلي اشتري اصور فلو انا اشتريت فصدقوني ما كنتش عارف اصور لكم اي حاجة خالص فانا بديتكم عني فقلت خلينا اصور لكم النهاردة لان انا طبعا لما اشتري هعود ادور وهتعب واخر ان انا اصور لكم مكان واحد لكن انا حبيت اجيب لكم كده كل حاجة وقلت بقى خلينا اروح اشتري في يوم تاني عشان تعرفوا بس ان انتو غالين علي خالص وببقى حابة كده ان انا فرحكم وتبقوا مبسوطين وانتو بتشوفوا في فيديو بتاعي مش وخلاص يعني ان شاء الله نزل لكم بقية الفيديوهات انتظروا الفيديو اللي بعد ده باذن الله ينزل برضو اللي لدي ان شاء الله بامر ربنا ودعواتكم لي وما تنسوا ليش جماعة حطولي اللايك حطولي لك هزعل منكم انا عارفاكم انو شو بحطوا اللايك انا عارفاهم بقول لكم كل ما حاول انا اخرج من كل قسم مش عارف من الحاجات الحلوة اللي في شايفين الجمال تلاتة وعشرين الحاجة كتيرة جدا جدا كتيرة هجوم بقى هجوم على المكان مكان يستاهل والله ما عرفهم ولا اي حاجة خالص ربنا واحده يعلم اول مرة روحوا اصلا هجوم على المكان هو يستاهل بس خلولي يشبهت حاجات عشان اخده جميل ده يلا استودعكم الله لازي لا تضيع وداعهم شوفكم على خير باذن الله شكرا لزيادة عشان اشتركوا في القناة